اشتركوا في القناة ومثلها على الكرة الأرضية في أيامنا هذه في عالم الشرق الأدنى ساحرة لأنها كانت مهد لبعض الحضارات القديمة التي لم تتبقى لنا منها إلا الأسماء الكثير من الأمم والممالك نهضت وسقطت خلال قرون من صراعاتها ومن بين كل تلك الأمم التي عاشت وصمدت طويلا هي أرمينيا آثار عصر الحجري اكتشفت في أرمينيا وثبتت أن البلد كان مأهولا قبل التشجيلات الإنسانية سفينة نوح جاءت لتستقر بعد أن هدأ الطوفان على القمة الكبيرة للجبل المعروف بقرارات التقاليد الأرمينية احتفظت بالعديد من الأساطير حول أصل الأمة الأرمينية وأحدى أهم تلك هي التي تتحدث عن هايك البطل الأرميني الذي سمى اسم الأمة الأرمينية على اسمهم هاي والبلد هايستان الشعوب المجاورة دعوهم أرمن أو الأرمن لكونها من أحد الشعوب القديمة بالعالم مع الآشوريون والبابليون والفورس كذلك هي أحدى مراكز الخضارات التشرية أكتر من 15 ألف من المعالم التاريخية أقدمها أكثر من 6 ألاف عام ثبتت أهمية أرمينيا تاريخيا لديكم فرصة عظيمة لزيارة أرمينيا والتحرف على المعالم التاريخي والسياحي والديني وأن تتعرف على شعبها وتقاليدها من قول وتحتفظوا بأحلى التاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة